طيب الاهلي النهاردة المدير الفني ريني فيلر منح اللعيبة اجازة من التدريب حاول الناس تاخد نفسها شوية لان الحياة نفزت برنامج مضوط طوال الفترة اللي فاتت بدنيا فادهم النهاردة راحة وبيستأنف تدريباته بكرا عشان يسافر للجونة يلعب ماتش الجونة يوم الاثنين ويشد الرحال الى تونس لمواجهة النجم الساحلي في بداية دور المجموعات ودي السفرية اللي مجلس الادارة قرر كليف الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الادارة برئاسة البعثة الى تونس ان شاء الله شابه محترم جدا بطل رياضي بطل علام في الكراتي وبيكتسب خبرات بسرعة مميزة دكتور مهند مجدي حرص بمجرد ما كلف برئاسة البعثة على الاتصال بالسفارة المصرية في تونس والتواصل مع كابتن سيد عبد حفيز لترتيب كل شيء خاص بالمباراة السفر هيكون يوم 26 نوفمبر ان شاء الله مباراة النجم الساحلي في رادس هتكون يوم 29 السفر للجونة يوم الحد والمباراة في الجولة الخامسة في الدور ان شاء الله يعني الإصابات الآله هو مريح بيتعور اللعيبة وهي في فترة الراحة في أداء تدريبات خلال فترة التواقف عدد من الإصابات الحقيقة يعني الناس اللي كان بتتكلم على الأهل بيضموا لعيبة كتيرا والأهل ما عرفش هو المركز الواحد فيه كان لعب يشوفوا دلوقتي المراكز اللي فيها نقص جديد جدا نتيجة هذه الإصابات جونير أجيه بيواصل تأهيله عنده شكوى في شد في العضل للأمامية مراون محسن يمكن بيقترب شوية أو بدأ يبقى جاهز للمشاركة لكن عندك حسام عشور وشريف إكرام ووليد سليمان التلاتة بيقدوا تدريبات تأهيلية واستشفائية خفيفة بعد الإصابات المختلفة وطبعا ده غير بقية المصابين إصابات بعيدة شوية يا أستاذ إبراهيم أنا ليه يا رجاء وقلت قبل كده الإصابات الخفيفة ما يكلموناش فيها ما حدش يقول لي إصابة خد كدمة ومش عارفة يا أستاذ إبراهيم اللي يغيب عن المباراة بس اللي يقولوا لنا مصابة له ده الوضع إنهم غايبين لا أصابات خفيفة يوب ومش غايبين هوا غايبين إنت ما عندكش فرقة لا شريف إكرامي ما زال غايب لسه تدريبات استشفائية واخد بالك طب هو لعب لعب استشفائية يعني إيه كابتن شريف إكرامي لعب ماتش ودي هل هو أصيب فيه لا إحنا مش عايزين نتعاود كمان نستسل الكلام مش عايزين يطلع لنا من جول إلا إذا كان بقى يعني يعني التصريح بالإصابات الكتير دي بيرهقنا بيرهق الناس عايزين وبعدين اللي يصاب لازم نعرف يعني هيعود قد إيه إحنا ما نبقاش عارفين أنا واحد من ناس كمشاجع بتكلم دلوقتي نفسي يعني عارف إنت إيه إنت قلت لي كلمة وإحنا دخلين خايفين نتكلم على أهل اللي نصاب فمش معاولة أن نوصل إن الكلام على الإصابات يبقى هاجس كده لكن أنا عمال أفكر أستاذ إبراهيم هو إيه حكاة الإصابات دي إيه حكاة الإصابات التصور اكتشفت بقى إن الإصابات طالت كل الفرق آه بالأهل أكتر شوية لأنه له عدد أكبر في المتخبات فبيتعرض للظرف العام ده لكن هو نظام الكرة بتاعنا لازم يعور أي حال النظام طبعا أنت ما بتعملش فطرة إعداد سليمة أنت ما بتعملش فطرة تصاعد الأحمال بشكل جيد لأن توقفات استدعاءات آه أحمال مع أحمال آه النظام الكرة بتاعي لابد من تنظيم نفسنا كراويا يا جماعة الموضوع والله سهل لكن مهم جدا جدا إذا فضلنا على هذا الشكل طب بيرامد إصابة الكابتن عبدالله السعي وبعدين سمعنا في الجانس هاسي برضو آه عنده ضمة الله أعلم مبارح تريمشي ولا يقعد تنشغل بإزاي النظام بتاعنا أخرنا قوي كده هو كده هو كده إزاي اللعبة دية بعد تعليفة المبريات هم لماذا تخيلين أن تغيير فلان إزاي لضمت الموسمين إزاي لضمت الموسمين بالشكل اللي حصل به فحصلت لك ما كله كان موافع على كده آه يعني ما هدين موشكلة إن الناس بتبوصل المصلحة الشخصية في لحظتها لكن تدعيات الأمر على عليهم حتى يعني أنا أنا ممكن أتصور اللحظة دي لو تأجل المتشطة بقال صالحة قلبت علي يا جماعة إحنا خلينا نتفق النظام يمشي صح إزاي ودنيا والله هتتضبط حدوث